يعني كان زمان زمان كان لما يكون عندي تلاتين الف واحدة اتعينه في التربة والتعليم بجيب ناس موظفين ويشوفوا ممكن الوزير ما احضرش فانا غلطان يا ابراهيم ممكن الوزير ما اعرفش ايه احضرش اختبارات كانت شغالة والدني شغالة وكذا 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 حد شغال داله تمام وكان التنظيم والإدارة والجهات المعنية هما اللي بعملوا اهم انا نفسي والله العظيم نفسي السادة الرئيسي احضر اختبار واختيار المجموعة بتوع شركات المياه دول عايز اعرف الله العظيم والله العظيم لانه انا مطلوب الف واحد الف واحد ده رقم كبير جدا الف واحد يشغل في شركة المياه في اينا ولا الف ومتين ليه كل كم سنة الف يا سيدي خير وبرك ربنا يعني يخلينا كل يوم نعمل اعلان بالف لكن يجيب الناس اللي تستحق مش الناس اللي ستة ساعة من بيت واحد وبرضو انا بسأل وبقول يعني انا قلت هنا في هذا المكان انه شركة المياه وصرف الصحي اللي فيه في قناة فيه كلام على انه واحد معين قريبه وكذا كذا لا حد رد علينا ولا حد عبرنا ولا حد قلقى ولا حد قلقى ولا حد قلقى ولا حد قلسكوت ولا حد قلتكلم حق غريبة جدا انت بتتدم في مالطة حتى ما فيش حد بعت ورقة وقال ليا جماعة اللي بتكلموا في الاعلام كلامكو غلط من فضلكوا انتو مشjährمين كنا اقول له متشكرين ما حدش قال يا جماعة انتو صحوا وبتحقق معا مفيش حد كده جزء منعزلة انا في الاعلان بتكلم وانا في الاعلان بقوم بدوري على فكرة انا في الاعلان بقوم بدوري انا بقوم بوظفتي بقوم بواجبي انا بقوم بواجب وطني ان انا بقول هذا الكلام واحنا بنتساءل على هذا الكلام قدام ربنا وقدامه التاريخ وايضا رئيس الدولة دايما يوجه لنا الكثير من التعليقات انتبهوا كذا وعوا الناس قولوا الحرية براحتكوا انتقدوا لكن يكون فيه نوع من التفاعل لانه الاعلام مرآة الحقيقة لما انا اتكلم وقول يا جماعة فيه مشكلة فيه شركة مياه الصرف الصحي والمياه الشرب في قناة وعملوا كذا كذا والله ما حد يكلم ولا حد رد ولا حد قلقاء ولا حد انا لا احتكر الحقيقة انا بقول تب دا صحيح حد يبلغني حد يخش يرفع التلفون يقول يا جماعة انتو بتهرؤ الكلام دا غلط ومش صحيح وثبت بالتحقيق انه خلط هو انا قاضي لا طبعا واحد يجي يقول لي لا يا عم الموضوع دا مظبوط لكن كله ساكن سم بكم عم ايه يا عم هو في ايه دا مش دور الاعلام ان احنا يتقال في الهواء وخلاص هو احنا بنفرغ طاقة يعني هو احنا بنقول ايه كلام لا احنا لنا دور وبالتالي المسؤول في اي مكان لي دور انا بقول بقى للناس يتعلموا من رئيس وبشكل واضح بتكلم الوزراء والمحافظين ورأساء الاحياء يتعلموا من رئيس اهو ما سابش حاجة غير اما راح بنفسه يحضر يتأكد يتطمي فكرة التقارير المكتوبة دي دايما مش هي عن الخلاصة لأ انزل بنفسك شوف سيد المحافظ انزل لحضرتك شوف الناس شوف الاحياء شوف المحليات شوف القرى شوف رئيس القرى دا بيعمل ايه ورئيس المدينة بيعمل ايه ما تعتمدش على التقارير اللي بتجي لك ونتعت في مكتبك السيد رئيس الحي برضو نفس الخلام السيد رئيس الشركة نفس الخلام السيد مفوق كل واحد يا جماعة لو احنا بقينا خلايا نحل نتحرك اعتقد ان احنا هنغير الواقع اللي احنا بنشتكي منه كلنا للأسف واقع بنصنعه بأدينا واحنا بنشتكي منه كلنا طيب مات يلا كلنا نتوقف عن الرغي والرغي الاخر ونتوقف عن الكلام اللي مالوش اي فايدة ونبدأ نتحرك ونشوف ونشتغل ونسمع بعض باحترام ونسمع بعض بجد انا لم يتصل بيا احد على الاطلاق في موضوع شركة الميا على الاطلاق وانا مستقل الحقي مستقل الغاية بقول تاني برضو انه ما يصحش لانه احنا اعلام وطني بنتكلم ليس لنا غاية او غرض الا الصالح العام